مليارات المليارات من الحسنات في دقيقتين فقط بفضل الله نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم والله ثم والله نقدر نحصل على مليارات الحسنات في دقيقتين بس بفضل الله سبحانه وتعالى العمر هو الكنز الحقيقي بجد ولذلك خدوا بالكم من حاجة بقى مهمة جدا ان الانسان ممكن يوم الايامة يتوقف دخوله الى الجنة على حسنة واحدة وانا بقول لحضرتكم فدئتين هتحصلوا على مليارات الحسنات وكعهد بكم وكعهدكم بيا بفضل الله سبحانه وتعالى لا اذكر لكم الا حديثا صحيحا ثابتا عن النبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام احمد باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ابا امامة وهو يحرك شفتي ابا امامة صحابي جليل رضي الله عنه ورضاه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وانا احرك شفتي فقال لي باي شيء تحرك شفتيك يا ابا امامة قلت اذكر الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الحبيب المصطفى الا اخبرك باكثر وافضل من ذكرك بالليل والنهار هقول لك على ذكر افضل ان انت تعود بالليل والنهار 24 ساعة بتذكر ربنا سبحانه وتعالى في ذكر يجمع لك مليارات الحسنات في ديئتين فقلت بلى يا رسول الله اه نفس اعرف فقال له تقول سبحان الله عدد ما خلق وسبحان الله ملأ ما خلق وسبحان الله عدد ما في السماوات والارض وسبحان الله ملأ ما في السماوات والارض وسبحان الله عدد ما احصى كتابه وسبحان الله ملأ ما احصى كتابه وسبحان الله عدد كل شيء وسبحان الله ملأ كل شيء والحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله عدد ما في السماء والأرض والحمد لله ملء ما في السماء والأرض والحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء وهذه نمازج وإلا فيجوز أيضا أن تقول والله أكبر عدد ما أحصى كتابه إلى آخر هذا الذكر العظيم ويجوز أن تقول لا حول ولا قوة إلا بلا بنفس صغة هذا الذكر وتقول لا إله إلا الله بنفس صغة هذا الذكر وتقول أستغفر الله برضو بنفس صغة هذا الذكر وإلا فالنبي ذكر له نموذجين فيه سبحان الله والحمد لله ولك أن تستعمل هذا الذكر في بقية أنواع الأذكار بفضل الله سبحانه وتعالى الحديث الثاني والأخير ما رواه الإمام مسلم عن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها وعن جميع أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى يعني بعد أن صلى الضحى وهي جالسة فقال لأمنا جويرية أما زلت على تلك الحالة التي تركتك عليها قالت بلى يا رسول الله أعدى عما لا بتذكر ربنا سبحانه وتعالى فقال لها لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن قالت فما قلت يا رسول الله قال سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بالله عليكم اكتبوا النص النص بتاع الحديث الأول اللي ذكرته والنص بتاع الحديث الثاني لو ذكرتوه ولو مر وحدة في كل يوم والله لفظتم بمليارات المليارات من الحسنات أسأل الله عز وجل أن يغنمكم الخير في الدنيا والآخرة وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته